انا والله عايز اسأل سؤال تخيل هب معي جدلا ان قاعدة عيديد اللي في قطر موجودة الله لا يقدر يعني في مصر تخيل معايا بس تخيل كان الجزيرة هتقول ايه على مصر تخيل لو في مكتب لطالبان في القاهرة تخيل لو في علاقات بين مصر وبين النصرة تخيل لو كان في علاقات بين مصر وبين اسرائيل بهذا المستوى تخيل لو امير في مصر عنده اصر في تل ابيب تخيلوا معايا ايه اللي كان يحصل ايه اللي كان يتقال علينا لكن احنا فعلا تمت العهر الاعلامي اللي موجوده بتمرسل قناة الجزيرة وسياسي قطر المرتزقة والله هو الامير اللي بيدعو نفسه امير وبيسمي نفسه امير ده امير ايه انا مش عارف ويخلقوا ما لا تعلمون ويخلقوا الانعامة والبغالة والحميرة ويخلقوا ما لا تعلمون ولله في خلقه شؤون كل الناس اللي بتكلم القرضاوي و امت و زبانية الضلال في تركيا امت و زبانية الضلال في تركيا اتحداهم اتحدى احدهم ان هو ينطق بكلمة انتقادية لامير قطر الاستاذ ايمان نور والاستاذ معتز ماطر والاستاذ محمد ناصر استاذ يوسف حسين الاستاذ احمد منصور الاستاذ كل الاساذ الكبار الاستاذ يسري فودة كل الناس دي كل الناس دي عايز اشوفهم الاستاذ حسن نافع كمان الاستاذ البردعي كل الاساذ الاستاذ حمدين يلا كل دول كده عايزهم يتفضلوا كده يوريني جرائتهم ويقولوا انه امير قطر بيعمل كذا او انه قطر على علاقات باسرائيل